نعرض عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم ولكن خلونا في البداية نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح كان أبرز تفقق ساتة رئيس عبدالفتاح السيسي لاستفاف المعدات المشاركة في خطة تنميذ سيناء رئيس السيسي كرم نماذج ناجحة من أبناء سيناء امبارح كمان يا مصطفى وصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى العاصمة الدوحة في زيارة عمل لدولة قطر تلبية للدعوة التي تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة رئيس وزراء قطر تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إعمار سيناء وانبارح كرم رئيس عبدالفتاح السيسي عدد من بطلاته وأبطال مصر من سيناء اللي لم تفلح تهديدات الإرهاب ولا رصاصاته في إثناء كل منهم عن تأدية أمانة المسئولية الوطنية والإنسانية وانبارح في بداية فعليات استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إعمار سيناء طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشاركين الوقوف دقيقة حداد لأرواح الشهداء وقال نقف دقيقة حداد وتقدير واحترام لأرواح الشهداء كل الشهداء شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء كل اللي ضحوا من أجل أن نقف اليوم الوقفة دي علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللي كادت تفقد منا امبرح وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزر للعاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل لدولة قطر تلبية للدعوة لتلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز الثاني رئيس وزراء قطر بتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤول البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون السنائي أيضا سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال فعليات اصطفاف المعدات المشاركة في خطة تنمية سيناء قال سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي أن الشركات اشتغلت في سيناء في ظروف صعبة وأن الإرهاب كان يعوق حياة الناس مش بس التنمية صحيح ولو ما فيش أمان ما كانش حاجة من دي هتحصل الناس ما كانش هتعرف تقش لكن التنمية في سيناء تحققت بالفعل في ظل مجهودات كبيرة جدا من الجيش ومن الشرطة ومن أهالي سيناء بعد ضحر هذا الإرهاب على أنتوا كنتم تشتغلوا فعلا في ظروف صعبة ويمكن إحنا لو قلنا لبعضكم يعني اتكلم على الحوادث والإعاقات اللي تمت أثناء شغلكم في السنين اللي فاتت هنسمع كلام كتير قوي اللي اتخطف قريبه ولي اتخطف ابنه واللي اتحرقت له معدات واللي حزر من أنه هو ما يكملش وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا ان احنا النهاردة بعد بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وزام انتوا بتقولوا كده ان الإرهاب اللي كان موجوده اللي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس الحياة حياة الناس لان ما فيش امان الناس متعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في امان الناس متبقاش عايشة فالحمد الله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل ايضا ابناء سيناء لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل الواحد اتحلت المسألة كلم ست الرئيس ايدر انبارح عن وعي المصريين اللي دايما لا يتأثر بالشائعات وقال كمان ان الغاية دلوقتي حجم الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي واخرهم قناة السويس والشائعات اللي ترددت بخصوص بعها انا عايز اقولك على حاجة واحنا هي الحرب بتاعت الانهاب خلصت طب ما الغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي اخيرهم الكلام اللي تقل خلال الاسابيع الثلاثة اللي فات والله الشهر اللي فات لما تقل ان ان قناة السويس الكلام يعني يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيستدقوا لكن تقل كده تقل ان احنا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عارض مش عارفين فيه حتى عملولي عملولي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده انا قلته يا محمد قالك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بايه بتريليون دولار هنبيع القنال بغض النظر عن الكلام ده وقت كارقام وكده انا عايز اقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقالتكم مش انتو بس كلنا مصر مستمرة وحتى استمر وبالتالي احنا محتاجين دايما مش عقول وعينا موجود لان الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقطاعات الشعب المصري كمان مبارح سيادة الرئيس قال ان التخطيط لتنمية اعمار سيناء ليس متوضعا وان المسرعات بيتم تنفذها بشكل يليق بابناء سيناء ومصر صحيح وقال ايضا ان في اراضي زراعية ستدخل الانتاج الفعلي في سيناء في نهاية العام الجاري احنا بنتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى والهاية المجتمعات ووزارة الاسكان ووزارة النقل ووزارة الرئي ووزارة الزراعة كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت احنا بنتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين مش تخطيط متواضع يعني لا لا احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا ستمائة سبعمائة الف فدان اجمال الاراضي الزراعية اللي مفروض ان احنا نتمنى ان على اخر السنة دي مش كده احمد على اخر السنة دي على اخر السنة دي تكون المياه موجودة سواء من المحسمة او من محط البحر البقر والمخطة البس لنقل ده اللي كان احنا عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن دي لوقت ما بيش في مشكلة نقدر نقول انه هاردا نحبه فيه كمية اراضي نقدر انها تدخل للانتاج على نهاية السنة دي ان شاء الله انا بكلم هنا على سينة مش بتكلم على توشكا ولا الودي النطرون لا انا بكلم على سينة بس بنتكلم في ستمائة الف قديم وحديث يعني اشتركوا في القناة